لأول مرة في إيطاليا منذ ظهور الوباء في الثالث من نوفمبر من العام الماضي تنخفض الإصابات النشطة بالبلاد إلى أقل من أربعمائة ألف حالة بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإيطالية ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى أكثر من مليونين وسبعمائة وثلاثون ألف حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات في البلاد إلى أكثر من ثلاثة وتسعين ألف وثمانمائة حالة وهو ثاني أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالميا وفي محاولة منها لاحتواء الموجة الثانية من الوباء كانت الحكومة الإيطالية قد قسمت البلاد إلى ثلاث مناطق كل واحدة منها أعطتها لونا خاصا منطقة صفراء وهي منطقة منخفضة المخاطر برتقالية متوسطة الخطورة وحمراء عالية الخطورة مع قيود متفاوتة بين كل منطقة على حدة وفقا لمستوى انتقال الفيروس بها رئيس وكالة الأدوية الإيطالي كان قد سرح أنه من أجل الخروج من نطاق التهديد الذي يفرضه الفيروس سيتعين التركيز على إتمام عملية التلقيح والصبر لبضع أسابيع أخرى قبل الإعلان عن تخفيف القيود والانسياق وراء إغراءات إعادة الفتحة واعتبر أن بلاده الآن في مرحلة هبوط لمنح الوباء وإن كان المنح بطيئا وأنه باحترام تدابير الوقاية وتجنب التجمعات سينخفض هذا المنح بشكل أكبر وهو ما سيمكن البلاد من تجنب الموجة الثالثة